من يسلم معي بسلم علي؟ طبعاً دي أسلم عليك الله يرحمهم مشاهدينا نحن هلأ داخلين على بيت الطفلة سدين الله يرحمها عائلتها المكلومة نحن متواجدين بكفر يوبا حتى ننقل هالمأساة لكثير من الأشخاص وإن شاء الله أيضاً المسؤولين يسمعونا ما بعرفة دي في أشخاص دابعت قصة سدين سدين قبل يمكن ثلاثة أسابيع توفت عمرها تسع سنوات كانت تشكي من وجع برأسها بعدين طبعاً والدها لسدين أخذها على مركز الصحي بعدين القصة طويلة ولكن النتيجة طبعاً لسا ما حدا عارف في لجنة تحقيق بالتأكيد النتيجة أنه سدين هلا من طيور الجنة سدين توفت الأهل من نسمع منهم الأكيد أنه في عنا مشكلة كبيرة في التأمين الصحي واحد من الأسباب طبعاً عمرها خلص لا سدين ولكن أحد الأسباب اللي أيضاً تلام عليها المؤسسات المعنية هي العبثية في إعطاء التأمينات الصحية هي البيروقراطية الموجودة في الإجراءات الإعفاء اللي حاول أبوها لسدين يقدم عليه من لما كانت تعبانة في المركز الصحي والمستشفى ولهذه اللحظة لم يتم الحصول على هذا الإعفاء إحنا متواجدين بالأردن ونفتخر بكفاءة أطبائنا من فاخر العالم فيهم ولكن لما هدول الأطباء يعجزوا لأسباب إلها علاقة بإجراءات ببيروقراطية إنهم يداووا فلذات أكبادنا المواطنين أولاد بعمر الزهور عنا مشكلة هذا سؤال مشروع ومشروع جداً حادثت سدين ونحن تعرف عليها هلأ من خلال أهلها أول ما نزلت من السيارة جدتها كانت موجودة عم بتسلم عليه بتقول لي جايين تشوفوا سدين سدين راحت من عنا تفاصيل مؤلمة ولازم نوقف مع بعض علشان يصير في حلول جذرية أرواح العالم لازم تكون أغلى ما نملك تابعونا بهذا التقرير مرحبا كيفكم؟ شو اسمك أنت؟ عبدالهادي عبدالهادي ولا هادي؟ عبدالهادي عبدالهادي بتقرب لك سدين الله يرحمها؟ اه شو بتقرب لك؟ أختي أختك؟ اه بتعرف وين راحت سدين؟ بالجنة بالجنة سدين ومين أخوك كمان؟ مين من أخوتك؟ شو اسمه؟ أدهم أدهم؟ أدي شو عمرك أدهم؟ أربعة 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 سنين؟ صفغستان صفغستان وإنتوا مين؟ عرفنا عليهم عبدالهادي مين هادي؟ هاي ياسمين، هاي آدم، هاي رجاي، هاي ياسمين، هاي آدم، هاي رمس بتحبوها لساديا؟ تحبوها لساديا؟ كان لعب معهضة حطوها بالقبر بالقبر توفت؟ اه اه توفت كانت مريضة هي؟ اه شو كان مرضها؟ كان لوجه حراسة وبطنها انا كنت مستشفى انا اختي الكبيرة بعدين روحت اختي الكبيرة كان اخوي مريض بعدين روحت عشان نطلع عند اخوي بعدين اخذو اختها المستشفى طب وانت كنت بالمستشفى؟ لا بس ما شفتها بالمستشفى انت؟ شفتها باي مستشفى كانت؟ اه بعرفش مش متذكر اسم المستشفى؟ طب متذكر ايش عملو لها بالمستشفى؟ كان عليها اه جهازات كل اه جهازات ع كل اشي جهازات ما كان لها المستشفى؟ أكتو لكن الشعور كتير صعب الكلمات الواحد بنساها حتى بهيك مواقف يعني سدين عمرها تسع سنوات احنا كلنا عنا اطفال وحتى يعني طريقة التعاطف مع اهلها الواحد مش عارف كيف بدها تكون ولكن احنا بنسبلها لنا من خلال شاشة الاردن اليوم بهمنا جدا انه ننقل هذا الواقع ما بدنا مقاسي مثل سدين تتكرر عبدالهاري بكتاخدنا عن ماما وين بيتكم فوق طب احكي لنا مين ساكن هون انا شايف كتير في بيوت هون اه يلا انزل اترجينا هي اتلوها لدكاترا اه يوم هو سيقول للمرأة كانت لدكاترا كتلوها مقاش بيهاش البنت راحت من وان ماشي عجرية وطلعت عالمستشفى ماشي عجرية ما ويعدت ونا ميت قديش اعدت بمستشفى الاميرة رحمة انا والله ما بعرف لكن انا لما رحت لقيت بمستشفى عبدالله يعني انه ساكته لا بتسرده ولا بتصده من خرصه يعني لما رحت انا زرتها دريت عنا لقيتها خارصة رحمة الله عليها الله يرحمة الله لا بيش سادين ما كان عنده تأمين صحي ولا اعفاء لا كانش تأمين لا ما كانش انا يا ما فيش انا اهوان بالنسب ايدي غيراني معايا تأمين لان اندي بنت معوقة وطلع لي من الحكومة تأمين صحي وباقي العائلة ما احد عنده تأمين ما بعرف انهم ما ضلطوا بطلعوا ولا لا مش كلهم يعني معاهم تأمين طيب ابوها لا سادين ما ادر جبلها اعفاء او تأمين والله ما بدري انا دريت اخر اشي اخر اشي دريت انها البنت في المستشفى وانا راحت بقولك انها زورها وانها ما بتردش ولا بسط طلعت من الجزاز من الكهر او والله الله يرحمها يا حجة ويطول بعمر احبابك انا يرحمها وان شاء الله غير الجنة بديهم مش بيش بالدنيا غير الجنة لهالبنت انا الطفلة ملايكة الحمدلله انا جاي بهداشر ولد وكلهم الحمدلله خلفوا وتجوزوا وعايشين عندي وين هاي ندورهم كلهم الله يخلينا فينا ليش وظائف ولو في حالنا ما في وظائف ليش متوظف منه لا كلهم يشتغل عمال يعني حمدلله بس عايشين حمدلله حمدلله رب العالمين بس مسكين ابوها تعبان والله الساعة هدا بيت اهلها لسدين ها مرحبا ام سدين الله يرحمها سدين حمدلله العمر لكم يا رب رحمة الله عليها يعني الله يعينكم عهدا المصاب بالتأكيد وتحتسبيها عند ربنا هي ملاك هلا في الجنة ام عبدالهادي تحكي لنا شو صار مع سدين حلق هي روحت من المدرسة البنت وشكتلي من وجه العصر حكتلي ماما راسي بوجعني فانا حكتلها يمكن ضربة شمس ماما انه جو حار او برد لانها شكت من بطنها كمان فعملتلها مرمية ونامت وبعدها رجعت فاقتك بعد العصر حكتلي ماما راسي بوجعني فقطتها خافض حرارة ورجعت نامت للبنت على الخمس الفجر صحت بتصرخ تحكيلي ماما راسي راسي وكانت تضرب بشبينها فحكيت لابوها انه بس يطلعوا ولادي المدارس اخوانها على المدرسة انو ناخدها على المركز الصحي فعلا طلعوا على المدارس واخدتها على مركز الصحي كوفريوبة هون وعطونا الدواء المعتادة بيعطوه دائما اللي هو المكسيرام واللي يرفين وروحت على البيت اعطيتها الدواء ونامت برضو نفس الاشي رجعت صحية طولي اليوم نفس الاشي صداع وبكاء صداع وبكاء ثاني يوم حكيت لابوها حكيت لابوها لازم اخذها ارجع على المركز الصحي بل كحولوا على المستشفى اشوف اشمالها اخدناها وعطونا تحويلة لمستشفى الاميرة الرحمة التعليمي واخدناها بس وصلت لهناك الدكتور طلب عينات دم من ابوها وفحص عملونا فحص للأذن وفحص للعين عشان شوفوا ضغط الدماغ بس عملت اللفحصات طلع ما في اش عندها نهائيا الدكتور حكى انو بدها صورة طبقية وكان في طالع مستشفى الاميرة بسمة عشان صورة طبقية فحكى انو بدها صورة طبقية صورة طبقية انتو ما معكوا تأمين ولا اعفاء فبتكوا تعملوها حسابك وطبعا احنا ما كنا عاملين حسابنا هي خمسين دينا بتكلف يعني بس ما كان الواحد عامل حسابه يعني فحكى له ابوها طيب اعملها صورة طبقية ومن حاسب بكرا اوها حتى الدكتور حكى له ما بزبط عمل دخول للبنت بقسم الاطفال وثاني يوم والدها ايجا وهذا مستشفى الاميرة رحمة مستشفى الاميرة رحمة اه تاني يوم ايجا والدها وعملنا لها الصورة الطبقية وبس عملنا لها الصورة الطبقية كان في اه هناك شخص الله يزيل خير طلعينا اياها بنصر لحظة للصورة الطبقية ورجعنا فيها على المستشفى شافها ابوها اخذ الصورة ينزلها للدكتور طبعا الدكتور كانت واصلت وعلى واتساب قبل ما يشوف الصورة بس شفناها كانوا البنت عندها تساع بحجيرات لدماغ وانه بدها جراحة اعصاب وهون مستشفى الاميرة رحمة ما فيه لنا لا دكتور اعصاب ولا جراحة اعصاب انه هي بدها جراحة اعصاب لازم تتحول على المستشفى الملك عبدالله حكالوا والدها طيب حولها عطينا تحويل المستشفى الملك عبدالله حكالوا ما بعطيك اش تحويل ما بقدر الا اه تجيب اعفاء لانه ما معك تأمين الا في حالة واحدة انا بقدر اساعدك ان اكتب لك تقرير تروح تجيب الاعفاء فيه وضلت البنت في قسم الاطفال في مستشفى الاميرة رحمة وابوها ثاني يوم طلع يشوف الاعفاء حكولوا الاعفاء بده ثلاث ايام لا يطلع رجع على الدكتور مستشفى الاميرة رحمة وحكال الدكتور خاص فيها في حالتها يعني انه الاعفاء بده ثلاث ايام لا يطلع والبنت بتتحمل تضلها ثلاث ايام بالمستشفى الدكتور حكالي يعني شو بدي احكيلك لا هي بتتحمل عادة ما رح يصير عليها ضرر بالحرف الواحد حكى الدكتور حكيت له دكتور بس بنتي يعني بتعاني من صداع وهي اليوم الثاني ما بتفتعينيها نهائيا بالضوء يعني بتحاول تغطي حتى بالغطب لا اذا ما بعرف اذا شفتوا انتو الفيديو فحكالي ما بطلاش بادي ايام شي بدون اعفاء ما بقدر اساعدكي وضلت البنت عندهم طبعا الاهمال كانت موجودة في مستشفى الاميرة رحمة من كوادر التمريد والدكتور نفسه كوادر التمريد اجي احكي للمريضة بنتي بتصرر كان سرخة مش طبيعي فاجت حكتلي انو وطي صوتها كانت تصرخ بتاع ثلاث الفجر هيك شي انو وطي صوتها صوتها بزي اجي المرضى فحكتلي انو انا جايبها عم مستشفى ولا على فندق فحكتلي وطي صوتها خليت وطي صوتها وراحت شوي البنت سات راجع مية صفرة فرجعت انا على الممرضة احكي لها البنت تراجع مية صفرة فحكتلي طبيعي عادي ابصر شو ماك لبنتك حكتلها بنتي ما اكلتش ولا اشي من قبل ما ديجيكو بيوم لا مي ولا اكل نهائيا فحكتلي معناته عصارة مادة حكتلي طيب ممكن تحكي للدكتور تبعها او دكتور مناوب حكتلي والله روح يشوفي دكتور مناوب ثلاث ادور ع دكتور مناوب طبعا مولها دكتور مناوب حكتلها ما في دكتور مناوب حكتلي روحي عاخر غرفة بالكوريدور ع ايدك اليمين بتغرفة الاطباء بتلاقيها بس روحت هناك طبعا الغرفة ما بينفات عليها نهائيا لا اسباب يعني انو ما بقدرش افوت عليها شو الاسباب انو دكاترا نايمين يعني دكتور نايم ودكتور يعني ما بينفاتش عليها وهي جاي لجوه هيك يعني ما لا اسباب حكتلي المرضة انت ممرضة فوتي هنا ديلي واحد من الاطباء حكتلي بعينك الله صبح الدكتور المختص في حالتها بيجي وبيشوفها ضلت البنت طبعا على انين وصراخ بس صراخ حتى مع كل الادوية والمسكنة حتى مع الادوية لا هي كانوا يجي يعطوها المسكنة تنام بس يروح ما في المسكنة بسها ما في علاج يعني يعني دكتور حبسها عندو خمس ايام يعني عارف انو ما في اختصاص عصاب عندك بالمستشفى خمس ايام وانت حابسها يعني عامل زي المرأة اللي حبست قطة لا هي اطعمتها ولا تركتها توقن من الحشاش فما عثت اكثر مع بنتي فاجي احكي للممرضة المغدي اللي انت حطالها البنت خلص خلص والله تلت مرات اروح غرفة الاجراءات اللي بسموها غرفة اجراءات تلت مرات اروح للمرضى واحكي لها لحتى ايجتني لحتى سحب المغدي دم من البنت انا احكي لها تعالي شو في البنت طو يعني مشغولة عندها مرضى تانية ما بعرف اصلا ما في ضغط على مستشفى الأميرة رحمل الله ما فيش اشي يبرر طبعا بس احنا بعدين حتى لو اعلى فرض انا احكي لك اشي اللي صار مع البنت كمان هلا يوم الخميس اليوم اللي توفت فيه البنت عندهم اتماغيا يوم الخميس صحيات البنت تحكي لامامها جدليلي شعري فكت لها الماما اجدلت لها ايجت المرضى بحكي لها البنت وبعدين طيب بدت ضلت استنى الخميس والجمعة والسبت لا يطلع العفاء للاحد حكت لي بس يجي دكتور ها احكي له حكت لها العشرة بيجو فعلا اجي للطبيب يوميا كانوا يجو على العشرة ومعهم بيجي عشرين طالب يعطي محاضرة ما بيفحص مريض ابدا اجي الدكتور فحكيت لدكتور بعد ما اعطى محاضرة طبعا الدكتور البنت وضعها حكى لي انا شو اعملت انا حكيت لكم انه هي بدها تحويل لمستشفى الملك عبدالله وما في اشي ثاني اعمله هسا بعطيها دواء بترتع عليه شوي حكيت له طب دكتور يعني وضعها بدي تحمل بنتي كل مالها للاسوأ يعني الصراخ بزيد صارت تضرب بجبينها طبعا من لما بطرت تقدر توقف البنت صارت ضغط نازل ما بتاكل حكى لي خلاص سب نعطيها دواء وين ابوها ما جاب لها الاعفاء انا حكيت له على الخمس الفجر يطلع حكيت له يا دكتور طيب راح ابوها وحكى لك قبل يومين انو الاعفاء بدو ثلاث ايام دو يطلع مشان الله عطيني تحويلي الى الملك عبدالله وانا هناك بدبر حالي هو مارد الدكتور واجي ابوها وحكى معاه وحكى له ابوها بدأ اخدها معي على السيارة انا بدأ اوديها الملك عبدالله حكى للدكتور لا 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 شو تاخدها الملك عبدالله انت بالسيارة لا ما بزبط اسمع خذوا الصورة طبقية وروح نصق مع الاطباء وشوف شو بطلع معنا وراح ابوها طلع ودكتور راح واجت الممرضة حطت الدولة البنت في دواء اعطتها اياه بالوريد الدولة اللي اعطتها اياه بالوريد بعد ثواني البنت ثواني ما فيه والله ما فيه ثانية رفعت البنت راسة علي وجحرتني وسكرت اسنانها فبتحكي لي اللي جنبي بنتك كأنها بتشنجت بحكي له ما بعرف ورجعت نامت شوي رجعت الممرضة طبعا بدهم يسلموا شفتات فشافت انو الدولة بينزل ببطء سرعت هاي العجلة وراحت بس سرعتها بنت رجعت تشنجت هيك صارت زي زي الخشبة هيك اللي جنبي احكت لي بنتك تشنجت بسرعة رحت انا اركض عالغرفة الاجراءات احكي لها بنتك تشنجت حقات لي روح اجي بيها شو بتستني كيف اجيبها انت حط فيها ابر والله حملتها حملت الابر واخدت لعندها صاروا ممرضات يعاتبوا بعض بالدول اللي اخدته يعني احكت لها انتو اخدوا وعطته هيا فصارت تحكي له دكتور مش لازم اعطناها هيا هذا سمعتين انت الحكي اه انا سمعتو هذا الحكي انا سمعتو وهم بيحكو الممرضة بتحكي فالطبيب حكى لها لا لا وصار يحكو بالانجليزي بعدها عشان انو انا لما حكت لها اه هو اخر دوا فحكت لا 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 ما الو دخل صار يحكو بالانجليزي ما بعض يا الدكتور حكى نزلوها اي سيو وراح دكتورها بعدها ما شفته نهائيا الدكتور ايجت الممرضة صارت تحكي جيبوا الكرسي هذا اللي بعجال وجيبوا عشان ننزلها فحكت لها لسه انا بدي استناكي بتحكو انتو مع بعض والبنت ميت اعملتها ونزلتها انا على الاي سيو عدرج اركض فيها انا بس وصلتها الاي سيو حكولي خلاص بالبنت فكان فيه النارس سبعت الاي سيو حكتلي دائما بنزدولي الحالي متأخري من فوق اخدتها مني وحطوها على الاجهزة حكتلي انزلي سكري الحساب اذا ابوها عشان الامبلانس ولا هدا بدي يجيو بودوها على الملك عبد الله وروح يسكري حساب المستشفى واحنا هون منستعفها بالاي سيو نزلت انا كان حسابها تسعة وخمسين دينار انا مكنتش حامل غير ثلاثين دينار رنيت على سيلفي واخوي حكتلهم انه تعالوا على المستشفى عشان البنت ديهم يطلعوها ورجعت على الاي سيو بس طلعت فقل هي تعالوا مطلعين كل اللي بالاي سيو هم امهات الاطفال فواحد من ام طفل بتحكي لي بنتك وقف قلبها بحكي لا انا كيف يعني فتت على الاي سيو دفشت الممرضة وحكت لنبدأ اشوف البنت كانت بنتي ميتة كانت شخص عيونها يعني الليسان تسكر عندها مجرى التنفس تنشنجات ورا بعض انت بتحكي عن طفل تشنجت من تقريبا من الاثناشر الى ثلت الهداشر ربع للثلاثة ونص لوصلت الملكة عبدالله يعني على الثلاث طلعت من مستشفى رحمة بعدها نزلوها ما قبل يطلعها الا لحكى مع ابوها وتأكد وحكى مع الدكتور انه لازم ان الدكتور بدو يستقبلها بالملكة عبدالله للعلم والدها المرة عن ملكة عبدالله والدكتور المختص عنها كان اسمه محمد البربراوي دكتور العصاب مستشفى ملكة عبدالله بس شافت صورة طبقه مع والدها حكاله هاي حرام الصورة معمولة من عدة ايام حرام الظل عنده ما فيه اعصاب هاي تحول طارئة انت ما عندك طبيب اعصاب اصلا مفروض حولتها طارئة من اول يوم كان فيه اجراءات كثيرة بتنعمل الها البنت ما عندها اي مشكلة دمها خمستاش ونص ما عندها مشكلة لا بالقلب ولا بالرئة ولا بالكبد المستشفى ملكة عبدالله اخذ وخذها من الهدماغ ما فيه التهاب ولا فيه نزيف عدماغ ولا فيه اي اشي سبق بالحال اللي وصلت الها فحكال الدكتور بربراو التأخير قتل الطفلة وما بعرف اشتاين معهم هناك حتى واصل لدرجة التشنج اللي هي فيها يعني انه لا يمكن مستحيل اتساح حجيرات الدماغ يؤدي الى وفاة خلال ايام بس استلموها بملك عبدالله الدكتور بس فوتوها من غرفة الطوارئ واجت الدكتور الاعصاب حكال انه انا راح اكون صريح معاكل البنت متوفية دماغيا ومنعشين القلب في رحمة عملوا انعاش للقلب صدمات كهرباء وانعاش للقلب وجابوها بالامبلانس لهون بس هي متوفية دماغيا بالاسف انا طلبت من والدها بعد ما توفت البنت دماغيا مستشفى الملك عبدالله حكيت له اني بدي تاخدني بدي اشوف الكادر التمريض وبدي اشوف الدكتور والدها صار يلوم فيها كان انه خلاص قطع الله وقدره والبنت توفت وعمرها حكيت له ابدا انا مؤمنة يعني بس انه بدي اعرف بدي اروح يعني لازم كان لازم اني اروح بس وصلت مستشفى الامير الرحمة وطلعت عالطمريض فوق حكيت لي الممرض حكيت لها بتعرفي اش صار في سدين حكيت لي مين سدين حكيت لها مريضة اللي كانت انت وتصاح جيدة دماغ حكيت لها ماتت ماتت دماغيا وودتها الملكة بضله متأخرة حكيت لها يا رحمة انتي ما بتآمن بقضاء الله وقدره حكيت لها انبلا بقى امن بقضاء الله وقدره بس ربنا بيحكي خدوا بالاسباب حكيت لها بدي تفتحيلي ملف البنت على الكمبيوتر عندك حكيت لي ليش حكيت لها عشان تعرفي انه انا بس فت المستشفى مالك عبدالله فتحت الملف وما في قراءات ضغط للبنت نهائيا حكيت لها شفتي انه انت مش قارقة ضغطها حكيت لي ببعدين يعني اش اللي بدك اياه خلص يعني عمرها وانتهى حكيت لها عمرها وانتهى حكيت لها عمرها وانتهى مزبوط بس انا جايبها على مستشفى مش على فندق لما انت تيجي وتحكي لي سكتيها وست اراجع فيها بشغلات يعني فبتحكي لي انت جايبها مستشفى تعليمي كنك ما بتقرأ اسم المستشفى قلت لي انت جايبها مستشفى الاميرة الرحمة تعليمي رحمة الله عليها يعني فيش اشي رح يعودكم هذا مصاب كتير كبير بس هلا ام في لجنة تحقيق يعني اقروها في لجنة تحقيق اقروها جزء قبل تلات ايام او يومين اقرو لجنة تحقيق طلعت النتيجة على حد علمك طلعت او ما طلعت شو متوقع انت انا ولا متوقع اشي انا متوقع انه اطباء رح يصوفوا مع بعض يعني ما رح يطلعوا بالنتيجة نهائيا انا عارف انه حق بنتي ما رح اخذه بتحقيق بذات الصحة يعني اشي انا عارفيته بس بحكي حسبي الله ونعم الوكيل بعدد من حاج واعتمر حسبي الله ونعم الوكيل بعدد من سجد حسبي الله ونعم الوكيل بعدد حبات المطر في الدكتور وفي قادرة التمريض كله كامل رئيس مدير المستشفى اللي جوزي اربع خمس مرات يجي ويروح عليه عشان يشوفوا يشكلوا الاهمال وما يلاقي موجود واللي اكتشفنا في الاخير ان اختصاص واعصاب بس احكينا شوي عن سدين السدين كانت هادية يعني عندوني ولادي كانت هادية دائما شعرها مددى لصف تارت هادية بالمدرسة ما عندها مشاكل نهائيا يعني انا دائما بحكي لجوزي ان شاء الله ان الله يسامحني على ما حبتي لهالطفل اكتر من اخوانها كانت كتر قريب لنقلبي وكانت صحي معي قبل ما يعطوها الابرة وحكتلي ماما جدلي شعري جدلت لهيا وحكتلي ماما خلي اخواني يجو بدي اشوفهم وبعدها احكتلي ماما في عندي بنت بالصف ما عندها كتاب اعطوها كتابي احكتلي ماما كيف بدك تمتحني دلت ساكتي ما جاوبتني يا اله عظم الله اجركم فيش اشي بعود عن سدين احنا شكرين لانفتاحك للإعلام لانه هاي بالنهاية رسالة حضرتك والعيلة بتتبناها حتى توصل يعني للجهات المسؤولة حتى تتوقف مثل هيك حالات احنا احمد الواحد الحمد لله بحمد الواحد على كل اشي كان مضرة او مصرة بس اللي صار كان غير متوقع يعني حتى افجعنا احنا انه في اهمال للدرجة هاي يعني اللي شفته في المستشفى واللي شفته في التعامل حتى الطلب الغريب لطلب الاعفاء كان اغرب بالحالة اللي كان فيها سدين انك روح جيب اعفاء طب انت مدام عارف انه انت الاعفاء بدي يمشيه ليش انت بصر على اذلال اذلال الناس انه مروحوا يوقفوا من الساعة اخمسة بقولي بدك تروح الساعة الخمسة عشان تلحق وانه الناس طبور طب انت شو بتحط زي اللي حاط حاجب على باب قصره وبذل بالناس انت مشان مدام عارف انك انت بتك تعطيه اعفاء ليش بتذله وبتخليه يروح يجي وغير هيك لا اليوم الاعفاء ما طلع لا ما طلع الاعفاء والغريبة اتى لما انا اجيت بده اروح انصق بالملك عبدالله وبعد ما قل لي بدك تروح تجيب اعفاء بشان فيش كوادر طبية انا روحت نصقت اخدت السيدي معي وشاف الدكتور وشاف الحالة ونصقت مع الاسعاف امتى بدهم يطلعوا اي ساعة بدهم يطلعوا ولا اي دور كان للمستشفى هتا استغرب الدكتور بيقول لي طب احنا هم لازم نسقوا معنا ليش انت جاي قلت له ما بعرف هم يقلوا لي روح واجيب ونصق مع المستشفى واجيب سرير وسماء سرير قلنا مش مشكلة منروح وقالوا لي بدك تدفع خمس تلاف شك تأمين يلا منروح ما دفعوني شك تأمين ما دفعتهم بلغ كامل وبعد ما ذلك قال لي بدك تدخل طارع بعد ما دخلوا طارع كمان ردوا وقعوني الخمس تلاف شك تأمين هتا لما توفت واجيت بدي اطلحها يعني عقدوها انه لازم تدفع الحساب طلع الحساب كنه ثلاث تلاف ثمانمية وستين دينار بش متذكر رقم الحساب غير خمس تلاف اللي اول ايش اخذوا الشك تأمين فيهم فبقول له يعني حالة وفاة احنا بدنا يعني عادة المؤاخد واش توفر مبلغ اللي تدفعه لانه كمان الاعفاء بس ما طلع الاعفاء من يوم ما اعطانيها لما كانت برحمة يعني بتحكي الو الورقة ما اعطينيها حتى قبل الوفاة يبكيني لها شهر شهر وشوي الحد الان ما طلع الاعفاء ما طلع دهائيا يعني سدين الله يرحم روح حاصلها شهر متوفية ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة شهر بعدين في شغل غريبة انا شفتها مستشفى رحمة يعني في حياتي انا صار عمر اثنين واربين سنة الحمد لله الله يسلمك ما شفت فيه في مستشفى ايس ايش من غرفة الاجراءات فيه مستشفى بتحط غرفة اجراءات شي غرفة الاجراءات شو مفهومها غرفة الاجراءات انك اخدم نفسك بنفسك يعني زي لما تروح على سوبر ماركت او مكان خدمي ذاتية انك انت بدك تروح تمسك مجزان الحرارة طفحص لها ابنك قيزة ضغطه اه هيك هاي غرفة الاجراءات بتشيله وبقاهو مريض بتشيله وبتجيبه لغرفة الاجراءات وين صارت هاي؟ يعني عم استوى انه انا لما كنت مش موجود يعني في ايه ناس كثير بيعلق بقول اب وين كان موجود طب انا قاعد بوجود بركض ملك عبدالله بركض ورا الاعفاء بطلع الساعة خمس الصبح بشوف الناس هنا واك في طفور طلع عليهم بتقولوا من هون انت يصني دور وانه بنت ميته طب شو الهدف احنا انا يعني كان نفسي بس اعرف شو الهدف انت بتخلي الناس روحوا الدورة للعفاء وبالاخير بتقوله انت مؤمن طب شو التأمين لهذا؟ لما تروح على التأمين قال بقوله طب ليش البنت مش مؤمنة؟ قال ان المؤمن الطفل اللي دون ست سنوات طب ما دامت دون ست سنوات معناته اللي فوق ست سنوات هذا مش طفل قال هيك يعني براي يعني صارت شغلي بتضحك انت اعتبروه طفل وطلع له بطاقة شخصية وخلي يروح يركنه حاله ويشتغل مدامه هو مش طفل الاطفال عمره 18 سنة هذا قانون دولي انا اول مرة بعرف انه بالاردن الطفل دون ست سنوات مدامه دون ست سنوات انتو فيش حدا له تأمين ابدا لا ما في حدا له تأمين ما في عنا تأمين احنا الحمد لله يعني واحد امراته مر بظروف اقول لا احنا مش بحاجتهم بس صار معنا ضرب هو اللي يعني مكناش متوقعين يعني واحد الم طبيعي ولد صغير بيجي بقولك انا راسي بوجينه احنا قلنا الدنيا شمسي مكي يكون وجعرات ما كنا متوقعين هذا التوقع انه سير بعدين صارت زي اللي قاعد بلعب بالبناء ادمين لعب يعني زي كنا مستشفى مش رحمة مستشفى متخصص للقتل يعني شبت حالات بتموت قدامي يعني في واحد ماتت كان محانو كمية سلطان بالدم طب بنك الدم ورا المستشفى يأخذوا قال اردر يجيبوا دم من الساعة 12 للساعة 3 لما عطوها دم توفت طب مو هاي ورا المستشفى البنك يعني هاي البيروقراطية بالاجراءات عجيبة يعني بعدين روحت بده اخذ ملف وقل لي الا اجراءات قانونية ملف عن حالة بنتك مدير المستشفى خمس مرات والله خمس مرات اروح عاجي اخر شي قلت هذا يعني بعدين هم بيعترضوا بقولك فيش طبيب اعصاب اذا طبيب مدير المستشفى اختصاص اعصاب اخصائي اعصاب طب انت بتحط اخصائيين لنفترض ان الدولة بتقولك مش متوفر اخصائيين في الدولة طب اذا دولة ومفيش فيها اشهر اطباء او اطباء متمكنين معنا تشوفها الله يقرأ عليها السلام احنا من فاخر الدنيا بكفاءة اطباءنا الاطباء موجودين احنا المعاناة يمكن في هاي الاجراءات بالبيروقراطي اخذتها على اساس انه وعد انه ما تجيب لهم اعفاء لان حالة وفا قلت لهم انا ما معي ادفع دفعوني كنه خمس وعشرين دينار بدل الجثة هاي انه تاخذ الجثة بيعتها بالثلاجة والاشي اللي تباجأت فيها ساكل اشي لسه هلا مش متفاجئة انت لا لا في اشياء بتباجأت فيها قاتل كانت هذا كله لسه بتقول فعلا بحضروه بالافلام ومسلسلاته بطبقوه همه يعني بتطبقوه الافلام قاعدين انك لما تيجي بدك تدخل تزول المريضة بتتفع على يراه او لم تجدك تطلع بتتفع على يراه هذا بأي مستشفى بس جمالك عبدالله في باركنك تدخل بتصف بتتفع دينار بس تطلع ومش بدك تطلع بتتفع دينار بيجيك واحد ذاني بتتفع دينار يعني اتوقع انهم بلموا من الباركنك هذا يمكن ببنى مستشفى يوميا قد ما فيه مراجعات طب ليش يعني شو الهدف انت بتدفع اللي بيجي بدفعه دينار هذا باركنك المفروض تدفع على اقل دينار مرة واحدة لا وغير انه لا باركنك تابع الارض المستشفى شو تدفع انت كمان بدك تجي بدك تدفع يعني الاسه اللي بيجي يفرض ان واحد كل يوم بيجي زائرين او ثلاث زوار ماناتو اذا بدفع اجرة المستشفى او تكاليف كل يوم بيجي ماناتو هو تكاليف المستشفى يمكن يدفعوه اللي بيزوروا عليها انا فكرت باركنك خارج المستشفى نفس المستشفى وبدفوق بزاوين باركنك وحاطين مقص عليه وبتكبس على الكبس زي زي عاكنهم عاد انهم صاروا في اوروبا هم بدون مئة سنة تيصيروا زي اوروبا اوروبا ما بتعامل مواطنائك اوروبا عند البني ادم والانسان اهم اشي بالدنيا احنا ماخدين شعار الانسان اغلى ما نملك لا الانسان ادنى ما نملك احنا قاعدين بنفغصب نطلع عليه قاعدين كل يوم نطلع عليه يعني هذا اللي شايفينه بهالبلد هي حياة هاي حياة انت قاعد انسي العلاج انسي الطب كل اللي بخلي الناس سي قصير اذا بتروح ابنك بده اكسير تعطي دروسه صيح عشان ينجح ليش لانه فيه مال بالتعليم الصحة بتروح ابنك اول ما تيجي بدكترو بقولك هذا ما هو مؤمن ابو ست سنوات كتب لك مورفين وادول طب يعني ما تيجي الملك عبدالله طب المستشفى الملك عبدالله ما هو لازم نعرف احنا شو هو خاص ولا حكومي هو تابع للدولة ولا هو تابع للقطاع الخاص شان نعرف احنا وينبنا الروح اذا هو تابع للقطاع الخاص شان يعني عم الناس تقف وتقول يا عم انتوا مستشفى بنتوا على نفقة الناس واخدتوا بقيتوا تخصموا عليهم وضرائب وعنفقتوا مصار خاص انتوا بيعينوا شان نعرف اذا هو مبيوع او خاص انك انت اول ما تروح التعامل معه اول ما بقول لك هو التأمين شو التأمين طب انا معي ثلاث تلاف دينار حاطتني بجيبتي ولا خمس تلاف دينار وين ما بدي روح والله خايف يصير معيش يا عمي هسا المستشفى صارت تاخذ اقل اشي شك تأمين خمس تلاف ست تلاف يعني احنا بقي نظن نقول الشعب الاردني دالما نشامخ ذلوه يعني انت لما تشوفي واقف بيجي حوالي ميتين واحد طبور بستنع فهذا شو اسمه هذا قاعد بالذل فيه بتقوله خليك انت جعان ده ظني داعس عليك وانا يابا عيشك بخليك تسير بني ادم يابا حطك تحت الارض شو طب اللي عاد بستنى قاعدة تروح ابوه جيب له عفاء وانت عارف انه تعبان بس يموت ستقول لا والله احنا احنا مكانس قصدنا احنا يعني فيه طبيب بيذي بيذي مريضه شو تيذي مريضه انت لما تعطي طبيب طفل مورفين بالوريد الاعمى اللي ما بعرفش اذا اول ما يسألك بيقول لك هدك شو معنى هدك بقول لك انت شو دارس شو يعني الناس صارت جاهلة بس انت اللي بتعلم و اللي بتعرف و اللي عندك ثقافة ما كل الناس صارت بتدري هم انفكروا من الناس بعدها اه عمية ما بتشوفش لا اكل بشو فاض الولد ابو العمر و الخمسة عامل اسأله شو هدك بيقول لك شو ادي طب انت قاعد بتقوله شو اللي بتروح بالوريد ما هو اللي ما بعرفش ايه شي بعرف اذا اعطيته مورفين بالوريد بدي يتوفى يعني مؤلم يعني مؤلم مؤلم بتحدث في أبو سدين الله يرحمها يعني اليوم إحنا دايما عم نحكي إحنا الأردن هالبلد اللي دايما منحكي بالإعلام على الأقل يتبوى أهم المناصب في السياحة العلاجية ونثق بكفاءة أطباءنا ولكن في عنا فساد من اللي عم نسمعه اللي هلا أنتوا عم بتتابعوه إلو علاقة في المزاجية في إعطاء التأمين الصحي إلو علاقة في تأخير اللي في الإعفاءات إلو علاقة في البيروقراطية هذا الانفعال من هالشاب اللي هو رب أسرة لأربعة وخمس أطفال الله يرحمها سدين وهو يعيل أيضا يعني وبساعد في إعالة هاي العائلة وكنا تعرفنا أيضا على والدته وإلو عشر إخوة ولليوم مستصعبين إنهم يلاقوا عمل كريم مين مسؤول عنهم وهيهم عم بيحاولوا وما عم بيشكوا مين مسؤول عنهم هذا السؤال برسم الإجابة لللي عم بيحضرونا لو سمحتوا اتقوا الله في هالمواطن اللي الملكة حسين جلالة الملكة حسين الله يرحمه يوما ما حكى إنه أغلى ما نملك أغلى ما نملك آخر شي بس أحكي لك نتيجة التقرير رح تطلح اليومين شو متوقع؟ وإذا طلعت النتيجة إنه لا يا عمي ما في إهمال بدك توقف؟ اللي متوقعه أنا إحنا صار فينا بالبلد هاي سي اللي قاعد بيحارب السعي يمكن صار أحداث في سوريا باعتبار اللي حوالينا عارفين من عدوهم إحنا قاعدين مش بيحاربوا فينا مش عارفين من عدونا فإيش طبيعي يعني إنه يمكن يطبطب على الموضوع ولكنه إيش صار لأنه في هذا بن مسؤول هذا يمكن يكون غير مبالي هذا يمكن اليوم عنده لعبة تشدة هذا يمكن يكون اليوم مصاحي وهذا أغلى بدك أطباء بدي أسألك سؤال هلأ في حال طلعت لجلة التحقيق وإحنا نؤمن إن شاء الله إنه تكون منصفة على الأقل ولكن في حال طلعت إنه ما في إهمال رح تاخدوا الموضوع للقضاء مستعدين إنه تروحوا يعني كانت عم تحكي إمسا دين وحضرتك إنتوا عارفين الأطباء والكادر التمريدي كامل بالشكل والإسم مستعدين تروحوا ترفعوا يعني تطالبوا إنت اليوم متبني رسالة وطن هذا العاد إحنا أصلا إذا ما كان في أي حل مشكلة واقعية شي شي طبيعي رح نلجأ للقضاء قد ما بيشوف كل يوم قاعدين بيسمع شغلات ومشوف شغلات مسويقه سبحان الله عمرها ما كانت تصير عندنا فهي قاعد بصير يعني إحنا صار شعب بلا ضمير لأنه مندور قاعدين على قوتنا بيجي الدكتور بيقول لك ليش ساويت تيك يعني بيطع ليقل لدكتور بيقول لك أنا دخلي مش مكفين يا أخي شو دخلك أنت بتأخذ لك ثلاث تلاف دينار أخي الصائي الله يعني لعاد اللي بوقت ثلاثمائة دينار إذا أنت راتبك عشر أضعاف راتبه مش عار بتعيش كيف أضلعد عايش يعني بأي أساس الملقي بيجي لما إيجا استلم الوزارة إيجي بطيارة خاصة عشان يشوف قبر والدته على حساب مين هاي أنت قاعد بتأخذ طيارة خاصة وبتروح على تشوف والدك على حساب مين على حساب بنتي اللي ماتت وعلى حساب بنا أولاد الصغار والأطفال هاي اللي عايشه اللي اللي قاعدين ناس قاعدة بتموت وبتتعب ليل نهار بتلاقي الأب قاعد بروح المسكين وجايل وقاعد ومتشغال 24 ساعة قال مشان يعطي مصروف لابن وروح يدرس بالجامعة والجامعة يا ريت أنه مستفيد منها بيجي بيتخرج وبقعد الولد بدك أنت قاعد تجم تحت ليل نهار صارت المدارس الخاصة الحكومية زي اللي قاعد بضعك حاله بروح الولد لازم تعطي دروس لازم تردي كمان يوغ دروس خصية يعني الكل بضعك على كله شو اللي انفلات هذا مش قادر أفه حرقتك هاي مقدرة مقدرة جدا اليوم شو في رسالة نختم التقرير معاك بعدين بدنا نشوف يعني كل الأطفال وكانت طلع لي صور أم سدين كتير حبة يعني تفرجي سدين هذا الملك طير الجنة للناس اللي عم تحضرنا شو رسالة بتوصلها اليوم أنا بوصل رسالتي للشعب الأردني ولهالشعب الطيب اللي هو أصلا يعني قد ما تحمل صار صار عنده يعني يوم من الأيام ممكن يصير عنده انفجار إنه إنه بس حاول يشد ويضغط على هالحكومة اللي هي قاعدة بتكتل فيه وبالأخير مش راح يستفيد إشي هو إحنا قاعدين بناخدين شعار إنه إحنا بأمان شو الأمان؟ أنت متوفر لي أمان حدودية وكاتلني داخليا شو استفدت أنا من الأمان؟ إنهم يعني يحاولوا إنهم يكونوا لو لا مرة لو لا مرة مش صار يوصفونا حتى الدول اللي حوالينا والناس واللي بره بتنقي بتغلقات إنه صار شعب جبان ليش إحنا تنكون شعب جبان؟ ليش ما يكون لنا كلمة؟ إحنا بنحكي ندعي أننا عنا دموقراطية شي دموقراطية اللي أنت خانقني وكاتلني وكل يوم بدل ما تخليني أعيش صح بتزيدني فقر وبتنزلني تحت يعني أنت لما تكون عائلة متكاملة ومثالية بيجي كمرات واحد ممرض عندك بشأنه فيش عندك تأمين بروح بنزلك للأرض عشرين مرة يعني أنت لما تيجي بتحكي أنا حاليا هسا بيجي علي بجي ثلاثين ألف دين أكثر يعني مأساة طب بتبتك توفر الدين اللي عليك ولا بدك تعالج ابنك بعد علاج ابني طبعا هذا والحمد لله نمشي وبرضو مع ذلك ما اعترضنا وقلنا الحمد لله وعايشين بس أنت قاعد بتكتل بي يعني كمان فوق ما أنت بتنزلني بالأرض قاعد بتدوس عليها بتدوس عليها بدون رحمة فنسالتنا أنه ارحموا هالناس مشان الله ارحموهم خليهم بس يتنفسوا بس يحسوا يوم منهم عايشين وكل ما لها البلد قاعدوا بترجع لورا شغل لها شغلة كيمشي صح وحياتها كدت الناس صارت غير مصداقية بينات صارت تكذب على بعض لأنه أصلا ما فيش إشي ما فيش مردود خلص خلوا الناس أنها تصير مردودها بس أنها يعيشوا الكبار يعني أنت قاعد بتشتغل لهم بس وانت مش عايش خلص بيش داعي أنت تعيش فعالك ودموعك من قدرها جدا أبو عبدالهادي الله يشفي لك عبدالرحمن رحمة الله على روح سدين الله يخلي لك الجميع كل أطفالك وضل فوق رأسهم إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي رسالتك توصل رسالة أبو عبدالهادي وأم عبدالهادي أم سدين لازم لازم توصل لازم توصل إحنا اليوم عم نوصل لمرحلة شباب وطنيين حريصين على الوطن حابين يشتغلوا حابين يخدموا عم بطلبوا بحقهم في الطبابة حق البني آدم إنه ياخد فقط استشارة طبية صحيحة حقهم في الحياة هذا مش طرف والله ما هو طرف عبدالهادي إحنا شفناك تحت كيف حالك؟ إنت قلت لي بتصوم ولا لا؟ لا ما بتصوم؟ مش تاقلة سدين؟ أه تذكر شو كانت سوي برمضان؟ أه شو كانت تعمل سدين؟ أه كانت صلي هلا سدين بالجنة صح؟ ملاك هي طير وكتير حلوة هي هلا مبسوطة أكيد عندك صورة لسدين؟ مع ماما في صورة بدها بتتفرجينا صورة تاب في فيديو؟ هلا بنا نشوف الفيديو شكرا مشاهدينا حبينا ننقل لكم قصة الطفلة سدين طفلة الورود تسع سنوات وبس يعني هي معلومة إحنا أكثر من تلت أسبية كنا عم نحاول إنه نلاقي طريقة للتواصل مع أهل سدين الله يرحمها الحمد لله اليوم برمضان تمكننا وفقط حتى ننقل هذا الواقع وفقط حتى الجهات اللي عم تحضرنا المسؤولين اللي عم بحضرونا الكلمة لكم الفصل لكم نقلنا الواقع من بيت سدين الله يرحمها هاي الطفلة الملاك اللي هلأ على رأي أخوها موجودة بالجنة وهي أكيد موجودة في مكان أفضل يعني هذا البيت اللي اللي بعد فقدان سدين مليء بالحزن مليء بمشاعر الفقد مليء بمشاعر مختلطة أيضا ولكن بنفس الوقت مليء بالإيمان مليء بالإصرار مليء بالتقبل وزي ما شفتوا أبو سدين وإم سدين بدهم يتبنوا هذه الرسالة حتى ما تتكرر مثل هاي المقاسي مع طفلاتنا وأطفالنا أو أي حدا موجود على أرض الأردن هذا رمضان أول رمضان سدين مش موجودة مع العيلة على مائدة الإفطار وهي عم بحكي الله هو أكبر لا إله إلا الله رمضان صعب عليهم ورح تظل هاي الذكرى أكيد أليمة ولكن أم سدين أصرت إنها تفرجينا صورها وعملت لها أيضا كليب ورح نختم مع صور سدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة